السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم معي في قناة مو فرنسي درس اليوم هو عبارة عن شرح مبسط لسلمال الضمائر الرابط ك كي كوا ضن اي او وهو عوضا عن تمرين للتثبيت نظرا لأن العديد لم يتمكن من فهم هذا الدرس سأعيد شرحا أكثر تبسيطا وتيسيرا أولا قلنا أن ضمائر الرابط هي دورها أنها تربط لنا بين جملتين لنحصل على جملة طويلة وهي تعوض لنا أسماء الأشخاص وأسماء الأشياء ونريد بها معنى الذي او التي هي دائما تعطينا هذا المعنى الذي او التي في الجملة أولا سوف نبدأ ب كي وك كي وك قلنا بأن كي تعاود الفاعل وك تعاود المفعول به في الجملة كي تعاود الفاعل في الجملة وك تعاود المفعول به سأعطي مثالا بسيطا جدا من أبسط ما يكون أنا أكل التفاحة التي أعطتني أمي أنا أكل التفاحة هذه الجملة الجملة الثانية هي أعطتني أمي التفاحة هنا كي لا نعيد التفاحة مرتين عوضناها بالتي أنا أكل التفاحة التي أعطتني أمي لدينا هنا جملة ربطنا بينهما بالتي نعم والتي هنا ماذا عوضت لنا؟ عوضت لنا التفاحة أنا أكل التفاحة التي إذن عوضت لنا المفعول به لأن التفاحة مفعول به أنا أكلها سأترجم الجملة جمانج لابومة كما مر ما دوني جمانج لابومة كما مر ما دوني إذن جمانج لابومة هذه هي الجملة الأولى الجملة الثانية ما مر ما دوني لابومة ما مر ما دوني لابومة هنا كي نربط بين الجملة ولا نعيد كلمة لابومة نستعمل ك لبرنام غولاتف ك جمانج لابومة ك ما مر ما دوني إذن ك ماذا عوضت لنا؟ عوضت لابومة لابومة إذن ك دائمان تعوض المفعول به لكمبلمان دوبجي لكمبلمان دوبجي oui لكمبلمان دوبجي ديريكت ديريكت لأنه يأتي مباشرسا وراء الفعل المفعول به المباشر جمانج لابومة ليس هناك أي حرف جر بين الفعل والمفعول به الآن سوف نرى كي قلنا كي تعوض دائما الفاعل سنرى نفس الجملة بشكل آخر أمي هي التي أعطتني التفاحة نعم أمي هي التي أعطتني التفاحة إذن هنا التي عوضت أمي عوضت أمي أمي هي هنا الفاعل هي التي أعطت التفاحة إذن هي الفاعل نعم سي مامار كي مادوني لابوم سي مامار كي مادوني لابوم أمي هي التي أعطتني التفاحة أمي هي التي أعطتني التفاحة إذن هنا كي عوضت مامار مامار سي مامار كي مادوني لابوم مامار هي C'est un sujet Sujet فايل إذن كي دائما توعود الفايل أو بمعنى آخر تأتي وراء الفايل أو تأتي وراء الفايل كي Le relatif sujet Le mécanicien qui a réparé mon vélo est compétent Le mécanicien qui a réparé mon vélo est compétent الميكانيكي الذي أصلح درجتي هو كفء الميكانيكي الذي أصلح درجتي هو كفء compétent إذن هنا كي إذن مانا le pronom كي الذي جاء تابعنلي le mécanicien أو نقول قد عوض لنا le mécanicien الذي هو فايل الميكانيكي هو الذي أصلح الدرجة إذن هو الفايل نعم مثال آخر au cinéma j'ai vu قمنا بالسعمال le pronom كي لأنه un film عوضت لنا un film جاءت وراء الفيلم وعوضت لنا الفيلم لأن الفيلم هو الفايل un film qui ما بوكو بل إذن الفيلم هو الذي أعجبني هو الفايل نعم الآن سوفنا نرى ك للم رلاتف complément درجة درجة أي درجة 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 أعجبني أعجبني المفعل بي le mécanicien que je trouve le plus compétent est Paul le mécanicien que je trouve le plus compétent est Paul الميكاني الذي أجده أكثر كفاء هو Paul الميكاني الذي أجده أكثر كفاء هو Paul que je trouve le plus compétent est Paul نعم هنا il s'akhadam que لأنه في هذه الحالة عوضت لنا le mécanicien و le mécanicien هنا c'est un complément d'objet direct هنا لم لم يعد فاعل لكنه أصبح مفهول ب لأننا دائما ننظر إلى معنى الجملة محل الكلمة من الإعراب هنا le mécanicien que que je trouve moi je trouve que le mécanicien alors c'est moi c'est le sujet يعني أنا الذي أجد أنه كف أنا هي الفاعل و le mécanicien هو المفعول به أنا أجده أكثر كفاءة إذن أصبح في هذه الجملة le mécanicien أصبح مفعول به لم يعد في المثال السابق فاعل لذلك عوضنا بك المثال الآخر إل مارند لليفر كجو lui avait prêt إل مارند لليفر كجو lui avait prêt لقد هو أرجع لي إل مارند أرجع لي لليفر الكتاب كجو lui avait prêt الذي كنت أقردته له الذي كنت أقردته له نعم هنا استعملنا le promo que لأنه عوض لنا le livre كذلك هو مفعول به complément d'objet direct لأن هو أرجع لي الكتاب الكتاب مفعول به الآن سنمر ل دن لغ لتف كم بليمان d'objet indirect أي أنه الدمير الذي يعوض لنا المفعول به الغير مباشر والمفعول به الذي يأتي بينه وبين الفعل أداة جر وفي هذه الحالة يكون دائما وفي أغلب الأحيان المفعول به مسبوك ب د د د وهو كذلك يعوض أسماء الأشخاص وأسماء الأشياء وهو كذلك يكون بمعنى الذي كذلك دن تأتي بمعنى الذي سأعطي لكم الأمثلة على شكل جملتين وسأقوم بربط هاتين الجملتين لأكون جملة طويلة بالسعمال لكي يكون المثال أكثر مضوحا مثال الأول كاترين est من أمي كاترين هي صديقتي جو يوزي بارلي سوفان د من أمي لقد تكلمت لكم غالبا أو كثيرا عن صديقتي جو يوزي بارلي سوفان د من أمي لقد تكلمت لكم كثيرا عن صديقتي إذن الجملت طويلة ستكون كاترين اي من أمي دون جو يوزي بارلي سوفان هذه هي الجملة التي نبحث عنها وقد ربطناها بلبرون دون دعم كاترين هي صديقتي التي تكلمت لكم عنها كثيرا أو غالبا هنا سوفان هي بمعنى غالبا لكن في هذه الجملة نستطيع أن نقول كثيرا نعم لاحظوا أننا استعملنا لنربط الجملة ولاحظوا كذلك أن المفعول به الذي قمنا بتعويضه هو من أمي وقد سبق ب la preposition دو حرف الجملة وهذا هو الشرط وهذه هي القاعدة التي عليكم أن تأخذوها دائما عندما يكون المفعول به المفعول به المفعول به المفعول به المفعول به المفعول به هذا عمل لذلك قمنا بسيعمل دون التي عودت لنا المفعول به المفعول به الغير مباشر الذي سبق ب د يعني أظن أن هنا الأمثلة واضحة ومفسرة جدا والآن لدينا دمير الربط كو الغلاطف كو وهو دائما بمعنى ماذا ماذا ويكون في هذه الحالة أي البرون الغلاطف يكون مسبوك دائما ب أدوات الجر les prépositions de par sur etc مثال Voici par quoi je vais commencer ها هو بماذا سأبدأ هنا جاءت مسبوك ب par par quoi إذن جاءت بمعنى ب ماذا وكأن البر هي ب ب ماذا Par quoi je vais commencer ب ماذا سأبدأ نعم المتال الثاني Le pauvre homme cherche de quoi manger Le pauvre homme cherche de quoi manger الرجل المسكين Le pauvre homme cherche يبحث de quoi manger عن ماذا يأكل يبحث عن ماذا يأكل هنا جاءت بـ عن ماذا كأن ده هي عن de quoi manger عن ماذا يأكل وأخيرا لغلاتف أو وهو يستخدم للمكان دائما c'est un pronom de lieu هو سهل في الاستعمال وقد تسبقه كذلك بعض حروف الجر مثل ده, пар, جسك أو قد يكون واحدة مثال جي بزيت لكارتير où se trouve لنوفو موسي لقد زرت الحي الذي أو الذي يوجد فيه المتحف الجديد لنوفو موسي المتحف الجديد نعم هنا أو بمعنى الذي وهي دامير دائما نريد به المكان المكان الذي يوجد فيه المتحف نعم مثال آخر Dans le pays où je suis où je suis née il n'y a jamais de neige في البلد الذي ولدت فيه لا يوجد تلجن أبدا وهنا كذلك جاءت بمعنى الذي ودائما نريد بها المكان دائما نريد بها المكان وهي تأتي دائما وراء المكان الذي تعوضه هكذا قد أتممت هذا الدنس وهو الشرح المبسط لهذه الدمائر أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي وأتمنى أن تقوموا بمشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة وأن تتركوا إعجابتكم للفيديو إذا أعجبكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة